ارسكوب مع داليا اصدقائي اللي بيزرع الخير بيلاقيه واللي بعلم اولاده على الحب بيحصل عليه واللي بيعمل باجتهاد ونشاط بيحصد النجاح فكل ما علينا هو اننا نقدم افضل معنا والبيئي بيوصلنا على طبق من فضة اما هلأ فمننتقل للابراج والبداية مع تتعامل مع زملائك ورؤسائك بالعمل بطريقة دبلوميسية وبتوصل افكارك واراءك دون اي مجهود يذكر ما تحاول توجيه اصابع الاتهام والشاك انحو الشريك قبل التأكد ومعرفة الحقائق وإلا جرحت مشاعره ووترت الاجواء العاطفيين برج الثور تتميز ايها الثور بانك دايما تواق للعمل السريع وبتميل لاتخيذ قرارات جريئة ومتسرعة ببعض الاحيان والكل دايما حولك تكتشف بنفسك هوية جديدة او صدقات مميزة وبتقضي برفقتن اجمل الاوقات برج الجوزاء ما تحسب الف حسيب قبل ما تغطي الخطوة ما تخاف من توسيع افاقك وتذكر انه بالامان الكبيري بتتحقق الاحلام الشرط العمل بحكمي تشعر بالانفراج على صعيد العاطفي وبيسود جو من التفاهم بمحيطك وبترتيح برفقة الشريك برج السرطان عليك التركيز على تطوير عملك بهالفترة لانه الحظ والنجاح حلفائك بيجمعك لكتير من القواسم المشتركة مع الحبيب لهالسبب بعض الخلافات العابرة بتنعش نار الحب برج الاسد بيتميز يومك بالعمل الايجيبي لتبديل بعض الموطيات اللي كانت زاجتك على الصعيد المهني ركز اجتهد وثيبر وبتوصل ما تخلي ضغطات الحياة والروتينة يبعدك عن الشريك ويسرق قلبك فالنجاح المهني وحده ما بيكفي برج العذراء تنتظرك استحقاقات مصرية لتحديد وجهتك المستقبلية وبتلاحظ تغيير جذري بالقريب العاجل بتعكر بعض الغيوم صفه الأجواء العاطفية ولا يهمك فالشمس بتشرق من جديد بعد حوار صغير مع الحبيب برج الميزين تبذل جهود كبيرة لتحقيق الهدف اللي حددته لنفسك وبتبرهن عن قدرات عالي ومميزة بستوفلك بتحضر لمفاجأة للشريك برفقة الأهل والأصحاب إذا كانت من مواليد العشرية الثاني تحمل عنوان ذكرى خاصة فيكن برج العقرب بتميل لتبديل حياتك المهنية والاستفادة من الحياة تسعى لتأسيس مشروع خاص فيك بيبرز خبراتك وقدراتك تتقرب من الشريك أكتر وأكتر وبتقضل مزيد من الأوقات العائلية القيمة اللي بتعيد لقلبك الفرح والسعادة برج القوس غيرت بطريقة التكتيك الخاصة بمشروعك الجديد وما تحرق الخطوات بل على العكس اعطيها وقتها لتحقيق أهداف وبلوغ أعلى السلم بفجأك الشريك بمشروع بتعلق بتغيير مكان الإقامة والانتقال لمنزل جديد أو حتى بلد جديد حاول النقاش بدون توتر واستمع على الأقل إلى وجهة نظره برج الجدي بتفتح عيونك والإشراق مزين قلبك ووجك وبتشوف جميع الأمور المهنية والشخصية إيجابية إن شاء الله دايماً أيها الجدي انتبه من التأثير تجاه الحبيب اللي بحاجة لحبك وحنانك وبالأخص بهالفترة بالذات برج الدلو بتعيش تسارع بالأحداث وبتلاقي نفسك عم تركض للحصول على الأعلى والأفضل بينصحك الفلك بالانتباه لنفسك وراحت جسدك أما دقات قلبك فبتتسارع بسبب الغزل الجميل اللي بتسمعه من الحبيب الله يخليكن لبعد برج الحوت بتكرس اليوم للمفاوضات على أنواعها لسيما التجارية منها اللي بتعود عليك بالربح المالي ترتفع نسبة الاختلاف بالأراء بينك وبين الشريك وهالأمر بيعود لتوترك وإنفعالك بالأيون الأخيرة كنا مع توقعات الفلك لليوم على أمل نتلاقيه قريباً من هلأ لوقتها بترككم بألف خير أرسكاك عشر الأوسط 14.50 أم